السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع حضراتكم أحمد العربي وحضراتكم تصفرقوا على القناة العربي وده كورس Introduction to IT Security مقدمة لأمن تكنولوجيا المعلومة وفي الجزء من الكورس سنتحدث عن الكريبتوغرافي أو علم التشفير والساشن اللي فاتت كنا وصلنا مع بعض في علم التشفير للسيماتريك كريبتوغرافي وكلمنا عن السيماتريك كريبتوغرافي وشوفنا عن السيماتريك ممكن حضراتكم ترجعوا للساشن اللي فاتت تتفرجوا عليها وبدلا نتكلم عن أهم جزئيتين في أي كريبتوغرافي system اللي هي الارجوريزم والكي هو أن يمكن حيطة الكي قوي هي اللي بتكتجريز أو بتقدر تقسم التشفير لأنواع على حسب الكي اللي أنا مصطدمه وشرحنا كان ده وقت المرار اللي فاتت تحرككم في حيطة السيماتريك كريبتوغرافي ان شاء الله النهاردة هنكلم مع بعض أو هنكمل مع بعض كلام في السيماتريك كريبتوغرافي هنشوف ايه هي الكاتيجرز اللي موجودة كهو السيماتريك أو التقسمات اللي موجودة أو الالجوريزمس اللي موجودة أو طرق التشفير اللي موجودة داخل السيماتريك كريبتوغرافي زي ما اتفادنا مع بعض ان في أي عملية التشفير عندي حكتين مهمين قوي الكي والمسود أو الطريق اللي أنا بشفر فيه أو الالجوريزم اللي أنا بشفر به هنا حضراتكم هنتكلم عن أول نوع من أنواع الالجوريزم أو أول نوع من أنواع المعادلات اللي ببدأ أشفر بيها تحت السيماتريك كي حاجة اسمها وبينها يا جماعة واضح قوي من كلمة سيبدأ بستبدل حاجة مكان حاجة بستبدل النص الواضح الصريح اللي أنا عارف أراه ويحد يعرف أراه بالنص اللي هو المشفر بستبدل كان النص الواضح الصريح بالصيفر اللي هو النص المشفر يعني حرارتكم على سبيل المثال تعال قولنا أنا عندي كلمة زي هل هو ورند حلو كده أنا عايز أعمل إيه؟ عايز أبدأ أطبع عليها المعادلة بتاعت السبستيوشن السيفر عندي أن أنا أستبدل حاجة مكان حاجة ممكن أستبدل الكلمة كلها أو أستبدل حروف معانا في الكلمة فعلى سبيل المثال لو قلت أنا عايز أن أي حرف إيه موجود في الجملة هستبدله ب أر وأي حرف أو موجود هستبدله ب يا جماعة ب بي يبقى الأجوريزم بتاعتي اللي هي اسمها لا يستبدل طيب الكي بتاعي بقى والله أعزو حضراتكم الكي بقى بتاعها أنا أولا تأخلي بأر والأو ببي فده الكي اللي هو أي حاجة تشفير فيها الأجوريزم وفيها كي الأجوريزم هو المسود اللي أنا بستخدمه عشان أشفر طيب الكي الكي بقى اللي أنا بستخدمه عشان أفك التشفير أولا أشفر فهنا الكي بتاعي اللي هو الماب اللي هو الحرف بيشاور عاليا في حHer te وrank بيشاوره حرف الإكام يعني الكي بتاعي هو المابل بتاحيات الحروف كيف تذهب حكرا الجدول دو اللي موجود فعلوه خط مكانه وخرف اللي موجود فعلوه خط اللي حطت مكانه نفس النظام يا جماعة فورد. طيب عشان حد يعرف الكلمة بتاعتي الاصلية او يعرف الفكر التشوير بتاعها لازم يكون معي يا جماعة يكون مع الكي. اي دعم انا استخدام ابسط او ابسط معادلة التشوير اللي هي اسمها ولكن عشان تفكر التشوير بتاعي لازم تعرف الكي اللي انا مستخدمها لازم تعرف انا هستبداله باي جماعة بانو الحرف. هم كده. في. يمكن دي ابسط انواع التشوير. اللي موجودة او ابسط الالجوريزم اللي موجودة اللي يا جماعة السبستيوشن. زي ما حضرتكم شوفتوا كده. السبستيوشن هي بداعتي هي الاستبدال. استبدالت اي باي? هو ده بحضرتكم الكي اللي انا مبلغ استخدمه عشان نفك التشوير او عشان ابلغ شفر. يمكن من حضرتكم من اشهر الطرق اللي بتستخدم السبستيوشن الالجوريزم في موضوع الانكريبت والديكريبت اللي هو التشوير وفاكل تشوير. هي نوع مشهور اوي من انواع الشفرية بيسموها جماعة السيزور سيفر او شفرة القيصر. وهي الفابت سيفر. بتستخدم الحروف واستبدالها في موضوع التشوير. وبرضه حضرتكم من اشهر انواع بعدها على طول حاجة اسمها روت سيرتين. روت سيرتين برضه. هي تعتبر يا جماعة اه سيفر سيزور سيفر. ولكن ما اختلاف الكي. طب س هنستنى استنى وقف كده على الحتة اللي تاني. بالمرة نسألك سواء بقى. فضل. هو اه احنا خلص عرفنا من الالجوريزم بتاعتنا الايمين. السبستيوشن. بزاك فول. طب والكي ما قولت لحضرتكم. الكي هو اه انا احرف انا وحرف يبستبدال ما كان انا وحرف. طب ده هنعرفه ان شاء الله ازاي. هتعرفه عن طريق السبستيوشن تابل. هتبقى ديك تابل. والتيبل دوت. بيقول لك انا وحرف يبستبدال ما كان انا وحرفه. طب والموضوع كده بيتم كده اعتباطا يعني. يعني اي حرف ما كان اي حرف. لا جماعة طبعا ما بيتم مش اعتباطه. اه السبستيوشن تابل هو بيتم فيه شفت او روتيت يعني تحليك الحروف عدد معين بحيث ان انا اشوف انا وحرف مقابل انا وحرف. طب يدينا مثال. تعالوا نشوف حضركم على سبيل المسال اللي هي روت 13. شايفين حضركم؟ تعالوا نشوف السبستيوشن تابل بتاع اللي هو الكي اللي هيساعدني في موضوع التشفير وفاكل التشفير. بشكل ايه? ده جماعة عندي بتاع روت 13. لحظوا حضراتكم كده. حرف يعني. ده اسم الايه? اسم السيفر بتاعتي. طب هو 13 ده كي بقى يا جماعة. ده الكي اللي انا بستخدمه عشان اشفر افك بالتشفير. يعني على سبيل المسال حرف ايه دوت. خد حرف الان على نه اساس. احنا اتفادنا انا بعمل صح؟ طيب حرف الايه? خد حرف الان باعتباره. ابعد منه ب13 حرف. 13 حرف. اه معنى كده التلاتاشر ده الكي عدد الحروف اللي انا استبدل بها. الحرف بحرف ايه? يعني. لو جان حرف الايه كده. نشوف انا وحرف رقم تلاتاشر بعد ايه. تعالوا عدي كده ما بعد. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر اخداشر اتناشر تلاتاشر. اه. يبقى هو عد تلاتاشر حرف بعد الايه? وخد الحرف دوت وخله مقابل مين? للايه? وهكزا. فكلمة عندي يا الصيفر بتاعتي. وتلاتاشر يا جماعة هو عدد ايه? عدد الحرف اللي انا استخدمه ازا كي في حيس ان انا فك التشفير بتاعي او ان انا يا جماعة شفر. معنى كده حضرتك براحتك. يعني ممكن انت تتخيل اه صيفر براحتك. فتقول لي روت سبعة روت تمانية روت تسعة روت عشرة براحتك خلص انا دعيفت معناها هتقول لي روت عشرة معناها حاجة عدة بعد الحرف بتاعي عشرة حروف واستخدم الحرف دوت مقابل الحرف ده. يعني لو قلت حرف الايه فروط عشرة يا بقى عامل ايه? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست سبعة تمانية تسعة عشرة فروط عشرة هيصبح حرف الايه مقابل حرف مين يا جماعة? حرف الكي. وهكزا. يعني ممكن حرك بقى تبقى انت عبرحتك اه تعمل الصيفر بتاعتك ان انت تتغير في الكي بتاعها زي ما انت عايز. تعالوا على سبيل المسال ناخد كلمة حلو ونبدأ اه نعمل لها او نشفرها باستخدام روت تلات عشر باستخدام الكي بتاع الرو تلات عشر اللي مشفرها باستخدام الكي بتاع الرو تلات عشر حرف. فعند على سبيل المسائل الكي تاعي اللي هو السبستيوشن تابل اللي هو قصة دي دوت. فنعرف ان حرف الايه مقابل حرف الان محرف البي مقابل حرف الو وهكذا. تعالوا حضرتكم نشوف كلمة هلوك كذا. هناخد او حرف حرف الاتش هنلاقي مقابل حرف مين يا جماعة اليو طب حرف الايه حرف اللي جماعة مقابل حرف من الار. طب حرف الال. حرف الال بتاع مقابل حرف الواي. واكذا. فبيمشي حضراتكم كاركتر كاركتر. وبيبص على السبستيوشن بتاعي اللي هو الكيت تاعي. ويبدأ يعمل يا جماعة السبستيوشن لكورد كاركتر مكان الكاركتر اللي يا جماعة مكان الكاركتر التالي. تعملوا كده? يعني لو حضراتكم عايزين اه وتسيبوا لي في التعليق تحت. لو انا عايزة اعمل او اشوفوا الكلمة هاللو بس برود سبعة. فيبع شكلها مقهراتكم تكتبوا لي في التعليق او حتى صورة كده وبرد سكرين في التعليق. لو انا هستخدم رود سبعة وانا بشفر كلمة هاللو هعملها ازاي. طيب بالنسبة للناس اللي عايزة تعمل هي اي سبستيوشن سيفر اه خاصة بيها. حول حراركم ان شاء الله المرة الجاية على شوية نوتس كده. وبرده عايزيني نفكر مع بعض. طب ما كده الكي بتاعي هنا خضراتكم يعتبر كي ضعيف. ممكن اي حد يستنتجو بسهولة. هل في حل ان انا خلي الكي بتاعي استرون قوي. مش اي حد يستنتجو بسهولة. اه. ان شاء الله هنتكلم في كلام ده اقول ان شاء الله في السيشان الجاية. اتمنى تكون السيشان عجبت حضراتكم. لو السيشان عجبتك. ما تنساش حضراتك تعمل سلوسكرايب. وتفعل زر الجرس. دعني اللايك. عشان نكمل مع بعض ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.